تأسيس العقيدة بعد تعطيم صنمية الشرك والجهل والخرافة جاء في القرآن الكريم قال ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالت الله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون أليف للضرورة نتوقف قليلا عن الكلام في تكسير وثنية الجهل والبدعة والخرافة كالقبور والطقوس المبتدع باء يمكن للمنصفين العقلاء تكملة البحوث والتوسعة فيها بالاعتماد على ما تم تأسيسه وتأصيله في طريق المنهج القويم والمنطق الواضح ومن الله التسديد والتوفيق جيم بعد تعطيم صنمية الشرك والجهل والخرافة لا بد من تأسيس العقيدة المدركة بالعقل الموافقة للشرع الضابطة للأخلاق دال سنختصر ونكتفي بتنبيهات واستفهامات وإشارات ها لتتهيأ العقول والنفوس المنطفضة للتفكر والتدبر وتقبل المقال ثم التأسيس والبناء والله المستعان